موسيقى قد تتفاجأ أن هذه الإبداعات أنجزت بأياد طلابية لم تتجاوز السبعة عشر عاما في مدينة رامالله افتتحت وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع وزارة العمل والوكالة البلجيكية معرض الإبداع والتمييز والريادة 2012 وهدف المشروع إلى تعزيز وجلب الانتباه لقضية الشراكة ما بين التعليم والتدريب المهني والتقني وسوق العمل الهدف منه صحيحة تعزيز وجلب الانتباه لقضية الشراكة ما بين التعليم والتدريب المهني والتقني وما بين مؤسسات سوق العمل والقطاع الخاص المعرض هو منتدأ أو مكان لعرض منتجات للمدارس والكليات ومركز التدريب التي تعزز العلاقة مع سوق العمل وبشراكة فائلة مع الغرف التجارية وهذا المشروع هو بدعم من مشروع التعاون الألماني الطالب عبدالله أنور القواسم من الخليل أنجز مدينة ملاهي كاملة متكاملة تشمل الدولاب والتل الفريكي وحديقة للحيوانات ومن الممكن أن يتحول هذا المشروع إلى حقيقة على أرض الواقع المشروع عبارة عن مدينة ملاهي يعني مصغرة لمدينة ملاهي كبيرة لنعمل عرض الواقع طبيعي جداً طبعاً مشروع الفكرة الرئيسية فيه مدان ما نستورد ألعاب الملاهي من الخارج نستوردها نصر نصدرها ونوردها للخارج لم تقتصر الإبداعات على ذلك مكنسة كهربائية من الخشب وعربة تعمل للطاقة الشمسية بالإضافة للبيت الذكي البيت الذكي سمارت هوم هو عبارة عن بيت الذكي بشتغل إلكتروني عن طريق التحكم بالريموت كنترولر تحكم عن بعض عن طريق الجوال كمان وفي دارات إلكترونية تانية يذكر أن المشروع أظهر قدرة الطلاب الفلسطينيين في الابتكار والإبداعي رغم الواقع السياسي والاجتماعي والاقتصادي الصعب الذي يحيط بهم ناديا مسلم تلفزيون وطن